اشتركوا في القناة من تحذيراتها من المساس بالحدود الطرابية الجزائرية بعدما حذر من قبل عمار بن لاني المبعوث الخاص لدول المغرب العربي والقضية الصحراوية من أن المساس بالطراب الجزائري سيعني الحرب وهذه الرسالة وجهها تحديدا إلى المغرب لم يمقذ طويلا هذا الكلام الذي حدثت تحليلات كبيرة وكثيرة حول معناه وتساؤلات هل هناك ما توفر لدى الجزائر بأن المغرب أو حلفاء المغرب كما يجري الحديث عن إسرائيل يحذرون إلى استهداف الطراب الجزائري وطبعا انتشر القلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهناك من رآها مجرد عن طريات وتصريحات لا معنى لها لكن مرة أخرى يأتي هذا الكلام على لسان الفريق سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعب حيث أنه قال أن الجزائر ستعرف كيف ترد بقوة على كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدودها هذا كان عنوان برقية لوكالة الأنباء الجزائرية صدرت في 21 أبريل 2022 على الرابعة و22 دقيقة مساء الجزائر أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنغريحة اليوم الخميس البقية بالأمس أن الجزائر بلد يعرف حدوده الطرابية بدقة ولا يتطلع أبدا إلى التوسع وراءها غير أنها ستعرف في حال استدعى الأمر كيف ترد بقوة على كل من تسول له نفسه المساس بحرمة حدودها ووحدتها الطرابية والشعبية حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني جاء ذلك عند زيارة سعيد شنغريحة إلى قيادة القوات البرية غير أنه شدد على أن الجزائر ستعرف في المقابل كيف ترد وبقوة على كل من تسول له نفسها المساس بحرمة حدودها وحدتها الطرابية والشعبية وسيادتها الوطنية كما أنها ستواصل بخطة ثابتة مسارها المظفر ومشروعها الأصيل وهو أن تكون كما تريد هي لنفسها لا كما يراد لها أن تكون واسترسل يقول في هذا السياق نحن على يقين بأن الجزائر الشامخة بمواقفها الثابتة لم ولن تعجب بعض الجهات المتربسة وأن محاولات الابتزاز والزعزع والاستنزاف التي اتعرض لها إنما تستهدف تعطيل مؤهلاتها وتجميد ثوابط قوتها الذاتية تحدث على محاولات الابتزاز والزعزع والاستنزاف كلمات خطيرة قبل ذلك قال بأن الجزائر ليس لديها أطماع في خارج حدودها يعني أنه ليس لديها أطماع وهنا واضح الرسالة لجهة المغربية التي قد تتحدث بأن الجزائر تريد الصحراء الغربية لنفسها معناها هنا راح يقول هذا بأنه ما عندنا حتى أطماع في الأراضي الصحراوية أو شيء واضح يعني ما يتكلم على أي شيء أو أنه فيها أيضا رد ضمني على بعض الأطراف التي يروجوا على كل حال في المواقع الأنترنت يعني لم نسمعها رسميا إلا بعض من أحد السياسيين قبلت حدث عليها وتعرض إلى انتقادات كبيرة على مسألة الصحراء الشرقية وما إلى ذلك من هذه الأمور التي تطرح من بعض الأطراف المتطرفة في المغرب حقيقة وهي مرفوضة ومنفوضة لكل بلد حدوده ولكل بلد جغرافيته ولكل بلد حرمتها الطرابية هذه بلا أدنى شاب ولكن هنا قال إذا اقتضى الأمر معناها إما أنه هناك معطيات توفرت لدى الجيش الوطني الشعبي أنه محتمل أنه يوجد من سيستهدف الطراب الجزائري معناها الجزائر تنتظر في غزو عسكري من وين؟ هل من الجنوب الجزائر من منطقة الساحل والصحراء حدثت قبل مع حدث تيغون تورين وانتهت يعني الأرجح أنه المقصود به هي الحدود الغربية ما بين الجزائر والمغرب هل هذه عنده معلومات؟ أو أنها مجرد تكاهنات؟ أو أنها مجرد تصريحات فقط تقال لإظهار قوة العسكر في الجزائر؟ أو أنها مجرد كلام لتخويف الجزائريين أنه وتبرير الصراع القائم مع المغرب؟ وهذه هي الاحتمالات الكائمة أنا من حيث معطياتي ومعلوماتي لا يوجد لدى المغرب أي تصور أو أي خطة أنه يستهد في الأراضي الجزائري لا يوجد إسرائيل جاءت في إطار تحالف استراتيجي مع المغرب لا أعتقد أنه جاء كي تخطط مع المغرب من أجل استهداف الطراب الجزائري لا أعتقد ذلك ولكن رغم ذلك من حق الدول أن تأخذ احتياطاتها في مثل هذه المسائل ولكن هذا التحالف قد يستهدف البوليزاريو فيما بعد الجدار العاسم من الممكن جدا ومن غير المستبعد أن يحدث هذا لكن طراب الجزائري لا أضل لذلك أنا أعتقد بأن التحليل الوحيد القائم هي أن هناك سياسة عامة لدى الجزائر في هذه الفطرة هي سياسة التصعيد والتخويف وسيادة وضع الجزائر في حالة حرب هذه هي المسألة لأسباب داخلية تعرفوها وأسباب إقليمية ولكن من جانب آخر يجب أن لا نجهل ونتجاهل هذا الأمر أن العالم الآن في شبه حالة حرب حقيقية بسبب وباء كورونا تضررت اقتصاديات الدول حولت بعض القوى إلى أنها قوى متوحشة تبحث عن مصادر الثروة ومصادر التعويض تعويض خسائرها بأي طريقة كانت أمر آخر أن حرب أوكرانيا فروسيا التي غزت أوكرانيا وأرادت بهذه العملية أن تفرض أجندة معينة ومخطة معين على حساب شعب أوكرانيا الذي يدفع الثمن إلى هذا الغزو الغير مشروع والمرفوض والمنفوض حسب كل القيم والقوانين سواء كانت وضعية أو غير ذلك غزو أوكرانيا غير المعادلة لذلك أن العالم حسب ما حدث بسبب فيروس العالمي الذي زعزع البشرية والآن مع ما يحدث كلها تفتح الأبواب إما إلى حرب عالمية أو إلى عدة حروب في عدة مناطق لأنه لا يمكن الخروج من تدعيات وباء كورونا وتأثيراته على الدول وعلى العلاقات وعلى حتى بني الإنسان إلا بحرب هي واضحة وإما تكون حرب عالمية وهذه الحرب العالمية ستتضرر منها كل العالم ولا أعتقد أن العالم سيغامر بهذه المسألة أما الحروب الأخرى هنا وهناك لتكون مصدر ليستعمل من طرف تجار الحروب من أجل تحقيق مكاسب وصفقات وما إلى ذلك وهو الذي تحدثنا فيه من قبل حول المافيات التي تقف وراء إشعال الحروب في العالم وطبعا حيثما نجد ثروات نجد بجبه الإرهاب على اليمين وحرب أهلية على اليسار ولاحظ جيدا هذا اللي واقع في كل بلد ليبيا بلد ثرية تم إشعال فيها حرب الجزائر بلد ثرية راهوا الإرهاب موجود في منطقة الساحل والصحراء وعلى جنبها في منطقة الصحراء الغربية راه يجري التطبيل وهناك وقود حرب قادمة في الأفق الروح إلى المملكة العربية السعودية دولة غنية وثرية بجنبها اليمن ورانا شايفين والصاير في اليمن العراق تم تدميره ودخوله الآن لأنه بلد غني لذلك حيثما تكون الطاقة والغاز والبترول نجد الإرهاب ونجد حروب استنزاف على الحدود هذا هو الواقع الدولي لذلك أعتقد بأن العالم كي يخرج ويتعافى من وباء كورونا يحتاج إلى بعض الحروب ولهذا من حق الدول الآن أن تتحدث بمنطق الحروب حتى وإن كان في زمن السلم أنا أميل إلى هذا الطرح طرح أن شنجريحة يتحدث بهذا المنطق طبعا ما هو الشنجريحة الذي كاتب له هذا الخطاب ويبدو حقيقة أنه الذي كاتب هذا الخطاب يملك كفاءة إلى حد كبير وإن كان أحيانا يضطر إلى استعمال لغة الخشب في بعض الأمور الداخلية وهذا دايدا العسكر ولكن في القضايا الاستراتيجية يبدو لأنه كاتب هذا الخطاب لديه احترافية ولديه فهم إلى كثير من الأمور نحن نتحدث بإنصاف بعيدا على المهاترات التي لا تسمن ولا تغني من جوة إذن عندما يأتي سعيد شنجريحة الآن ويؤكد ما قاله عمار بلاني يعني أنه الآن في تصور النظام الجزائري أن المغرب من الممكن جدا أن يغزو الجزائر وأن يحاول غزو الجزائر وأن الجزائر عندما تبدأ ترافع إلى هذا الأمر كأنها تريد دفع الأذى أو أنها تستبق أمور أخرى أو أن هناك مخطط معين يطبخ تحت الطاولة من أجل إشعال حرب بين الجزائر والمغرب في إطار السياسة التي قد تتجه لها القوى الكبرى في إشعال بعض الحروب هنا وهناك من أجل استعمالها واستغلالها للتعافي من مرحلة كورونا وأيضا حتى من مرحلة أوكراني هذا الجانب ولكن في مرحلة معينة كانت الجزائر تستعد إلى حرب وكانت تصعيد تصعيد عسكري وليس تصعيد دبلوماسي فقط تصعيد الدبلوماسي كان شبه تداعيات إلى هذه المسألة ولكن الأمر تراجع تراجع إلى حد كبير ونقولها الحرب إذا اندلعت لن تكون لا في صالح المغرب ولا في صالح الجزائر بل ستكون في صالح حتى في صالح البوليزاريون لن تكون أبدا بل ستكون في صالح قوى كبرى تنحو نحو منحة يجب تجنيب العالم حرب عالمية لكنه يحتاج هذا العالم إلى حروب بين دول هنا وهناك لتكون علاج لتداعيات تلك المرحلة والاستفادة منها واستغلالها لتعويض الخسائر الجسيمة التي ضربت اقتصاديات الدول ومن بينها دول مجموعة العشرين أنا أعتقد هذا ولذلك من المحتمل جدا أن تغلغل إسرائيل في المنطقة المغاربية الآن وتغلغل إيران أيضا كلها تدخل في إطار محاولة صناعة شحناء بين الجزائر أكثر مما هي موجودة والمغرب وأيضا إدخال الطرف الصحراوي على الخط وربما أيضا مع موريطانيا على الخط ومثل هذه الأمور أعتقد بأن الواقع الإجمالي للجزائر يوحي إلى أن المنطقة المغاربية ستشهد حرب في المنطقة في المرحلة القادمة متى؟ لا أستطيع أن أحدد ولكن كل المؤشرات توحي إلى أن الحرب قادمة وهذه الحرب لن تكون في صالح المغرب العربي أبدا بل ستكون في صالح قوى متربسة بالجميع لا تستثني مغربي ولا جزائري ولا أي إن كان هذه هي الحقيقة الواضحة والبينة لذلك عندما يأتي سعيد شنجريحة ويقول هذا الكلام الخطير ويؤكد للآخر تكلم دبلوماسيا عمار بن لاني ومباشرة هذا الرجل يرتبط بالملف الصحراوي وبعد ذلك يجي سعيد شنجريحة الذي هو المسؤول الأول في المؤسسة العسكرية وأقوى رجل في الدولة الجزائرية وفي الجيش الوطني الشعبي ويقول هذا الكلام معناها أن هذا الأمر عقيدة عسكرية دبلوماسية وسياسية وتظهر ذلك حتى من ما يأتي على الإعلام وطبقة السياسية غائبة للأسف الشديد تعرف غير المناسبات وأعراس الانتخابات تزمر الطب الأطرح ولكن هذا يعني أن هذا الأمر عمر احتمال ووصول الجزائر إلى مرحلة الحرب صارت عقيدة يستعد لها النظام الجزائر ترى هل النظام الجزائري يبحث عن الحرب كما يصورها بعض المعارضين بسبب الحراك وما إلى ذلك أنا أستبعد هذا وإن كان يحتاج إلى هذا الضغط وقلتها مرارا وتكرارا ولكن الآن النظام دخل في مرحلة أخرى وهذه المرحلة أزمات اجتماعية أزمات اقتصادية أزمات أمنية الإرهاب أزمات إقليمية كل الأمور لن تكون في صالح دعاة الحراك الشعبي بلا أدن شك ويعني أنه حط الحراك بحد ذاته انتهى لم يبقى إلا عند مجموعة من الأشخاص راهم ولوا يتناحروا فيما بينهم وهذا أكبر مؤشر على أنه ورقة الحراك حراك فيفري 2019 قد انتهى وطويت ولكن هناك شيء آخر ومخاطر أخرى تتعلق بالدولة واستقرارها وأمنها القوي تحتاج إلى مبادرات سياسية حقيقية وتحتاج إلى مرحلة أخرى وعقلية أخرى لأن عقلية الرونجارس هو حل هذه عقلية شعبوية وعقلية بلطجة حقيقة وأيضا لا أريكم إلا ما أرى هذه أيضا عقلية فاسدة وأن الحراك هو شرعي وأنه لكل غير ذلك وهو باطل وأنه يزمر حقاع والحكايات هذه كل عفا عنها الزمن لأن الجزائر دخلت في مرحلة أخرى تحتاج إلى حسابات استراتيجية يبدأها النظام قبل أن تفكر فيها المعارضة لأنه هو الذي يملك سلطة القرار ويملك الكثير من المعطيات لا يملكها بقية الناس إذن ترديد هذا المصطلح أن الحدود الجزائرية وأنها إذا مستت وأن الجزائر مستعدة إما أن الجزائر أصيبت بفوبيا إسرائيل بمجرد مدار التحالف مع المغرب صار الجزائر يعيش هذا الكبوس أمر آخر إما أن الجزائر تستعد للدخول كطرف بصفة معلنة في حرب البوليزاريو مع المغرب وهذا سيجعلها محل أهداف قد تستهدف من طرف المغرب وخاصة استهداف تندوف واستهداف قوات البوليزاريو التي تتواجد في تندوف أو غير ذلك من هذه الأمور ولكن مهما كانت المعطيات ومهما كانت التخيلات ومهما كانت الخطط إلا أن الواقع يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن النظام الجزائري يعيش حالة حرب وليست حالة سلم وأن الأطروحات في غير هذا التوجه تعتبر لدى النظام خيانة وعمالة ونذالة وسفالة وما إلى ذلك من هذه الأمور إذن مرة ثانية يأتي التحذير من المساس بحدود الجزائر يبقى السؤال المطروح من يتربس بالطراب الجزائري؟ ترى هل يوجد حقيقة أم مجرد احتمال والعسكر دائما يحتملون كل الاحتمالات ويضعون حتى العدو الافتراضي فضلا من أن يكون هناك طرح واقع موجود لدى العسكر أن المغرب هو العدو وإسرائيل مع المغرب وهي عدو وأنه لا الآن العلاقات راهي في أزمة كبيرة وأعتقد كل ذلك يأتي في ظل ظروف ليست لا في صالح الجزائر ولا في صالح الآخرين المنطقة تحتاج إلى الحوار السلي السياسي الصراحة في معالجة الأزمات وأيضا للتعاون والتكاثف وأيضا إحيان الاتحاد المغارد هذا هو الحل الذي يجنب المنطقة الضغوطات والويلات ويجهد المخططات التي تتربس بالجميع أما دون ذلك والعنطريات والاستعانة بقوى أخرى من غير هذه المنطقة من أجل تخويف الآخر سواء من الطرف الجزائري أو الطرف المغربي ستوصل في النهاية إلى خسارة للجميع لقد نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ورحمة الله شكرا